السلام عليكم مصر توضع ازمة الدولار بقرار جديد ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء تبحث الحكومة عن حلول قصيرة الامدى وعاجل لحل ازمة الدولار الراهنة وتوفير سيولة من النقد الاجنبي ولكن من خلال عدد من الاجراءات والتدابير والتي تتنوع ما بين الانخراطا في تكتلات اقتصادية ترح سندات دولية في عدة اسواق تبادلات جارية بالعملات المحلية مع شركاء التجارين عربيكان او دوليين اضافة الى تنفيذ برنامج التروحة وتقديم عدد من المبادرات كان اخرها الاعلان عن مبادرة لبيع الوحدات العقاريات بدولار ملف تصدير العقار المصري وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعا لاستعراض مبادرة مقترحة لبيع الوحدات العقاريات بدولار وذلك بموجب مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة ومطور القطاع الخاص جرى ذلك في حضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واحمد كجوك نائب وزير الماليات للسياسات المالية ورامي ابو نجا نائب محافظ البنك المركزي والدكتور ولاياد عباسن نائب الرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على مكتب وزير الاسكان ومي عبدالل حميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وايمان صابريين رئيس مجلس ادارة شركة اصول وشيرين الشرقوي مساعد اول وزير المالية ومسؤولي الجهات المعنية واشار رئيس الوزراء الى ان هذا الاجتماع يأتي في اطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد مؤكدا ان تصدير العقار يعد احد المصادر المهمة للنقد الاجنبي وتم استعراض مبادرة مقترحة لاتاحة الوحدات العقاريات للبيع بدولار سواء للمصريين بالخارج او الاجانب وستشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص على ان يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة كما تم التأكيد ان المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في اداء البورصة المصرية وسرعة نمو مشروعات العاصمة الادارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية وتحقيق تدفق ديولار الكبير وكذا احداث انتعاشة لاحدى اهم القطاعات التنموية وتم توافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة ووجه الرئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا تمهيدا للاعلان عنه في هذا الصدد قال الدكتور اشرف غراب الخبير الاقتصادية ان تصدير العقار يعني جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار في العقارات في مصر او تملك عقار بالعملات الاجنبية موضحا ان نجح الدولة في هذا الاتجاه لجذب المستثمرين اجانب للاستثمار العقار يزيد من السيولة الدولارية ويوفر العملة الصعبة للبلاد موضحا ان الاحصائية تشير الى ان القطاع العقاري يسهم بنحو 20% من اجمالي الناتج المحلع ويوفر 5 مليون فرصة عمل انهاء ازمة الدولارين في مصر واوضح غراب خلال تصريحات لصد البلد ان تصدير العقار يعد احد المبادرات ومقترحات الدولة لتوفير العملة الصعبة وزيادة السيولة الدولارية موضحا ان حصة مصر من تصدير العقارات عالميا ما زالت منخفضة وتيتقدر بـ 200 الى 250 مليار دولار وفق للاحصائيات والافطن غراب الى ان تصدير العقارات يجذب العاملين المصريين بالخارج للاستثمار فيها مؤكدا ان وزارة الاسكان اعلنت انها دبرت 8.5 مليار دولار لاخزانة الدولة من خلال طروحة الاراضة المدفوعة بدولار ومبيعات مشروع بية الوطن للمصريين في الخارج حيث بلغت عائدات مشروع بية الوطن 2 مليار دولار كما بلغت مبيعات الاراضي بدولار 6.5 مليار دولار منها 4 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 وفقا للاحصائيات وتابع الدولة تقدم الكثير من التيسرات لتشجيع تصدير العقارات وزيادة نسبة تملك الاجانب لعقارات لزيادة ادخل من العملة الاجنبية موضحا انه لزيادة صادرات العقارات فانه يجب الترويج والتسويق الجيد لهم خارجيا وذلك من خلال المنصات الالكترونيات العقاريات العالمية حتى تصل لأكبر نسبة من الاجانب والمستثمرين وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم